اشتركوا في القناة اضعوا للاكاتكم حتى تعرفون اذا الصديق سننزل و اشياء و اخبار و بحثت عن الموضوع اوه يب شوفوا طبعا تحولت مراكلس باش تردون فهسا طبعا لحظة ثماني 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 فهسا مراكلس تقول لكم يلا اضعوا للاك يلا انا مود انه تجي للتحديث يلا اضعوا للاك فهسا خلونا يا اصدقائي نشوف شنين الاخبار الجديدة اللي تأكدنا انه هذا التحديث سننزل مراكلس طبعا يا اصدقائي قبل ان نبدو بكل التفاصيل هي التسريبات من غوصل غيرل تمام وهمت يا اصدقائي اريدكم هما تتكتبوا بتعليقات اذا اتم تحمسي التحديث المراكلس اللي قاعد اشوفتها اللقطة لازم هستتكتبوا بتعليقات انه انا متحمس حتى اعرف ان انت شفتها اللقطة و انت متحمس هيا اصدقائي يلا يلا خلونا بعد نبدو بالفيديو ونشوف شن تحديث المراكلس رح ينزل و شن التسريبات الموجودة يلا تعالوا let's go طبعا تحديث المراكلس هو من اللاعبين يحبونه لانه اصلا تحديث كارتون ويمكن هذا حالين خلص فالكل يتابعه والكل يحبه حرفيا وانا ما اشتبه من هذا اشخاص اوكي فالمهم يعني كان هواي اشخاص يحبونه ويتابعون حلقه بحلقه حرفين وانا اعرف ايش ناس حرفين فالذلك يا اصدقائي كل الناس تحب هذا التحديث وتريده ينزل فهاي السنة ان شاء الله همات راح ينزل هذا التحديث مرة ثالثة مدرجة لا يمكن حتى مرة ثالثة كوما نزلو بك يكزين انا كوما يحبونه فالذلك يا اصدقائي جبتلكم تسريبات كل شي قوية ازاكدنا عليها ورح ينزل تحديث الباريس اصلا فيلا بعدها حسا خلونا نشوف تسريبات غوسبغيرل ورح نربط الأشياء ببعض ورح نقول انه رح ينزل التحديث يلا لاتكو خلونا نشوف يا اصدقائي شون التسريب غوسبغيرل الاولاني اكثر من مرة قلت لكم يا اصدقائي بالايميل تبع يوم الثنين انه غوسبغيرل شوت باخر الايميل كاتبة فتش غريب كاتبة تقول انه انا اكيد احصل على الميدالية الذهبية في لعبة الترياتلون واليوم يا اصدقائي رح اضطيكم الشرح مفصل فلعبة الترياتلون بالاصل هي لعبة تبع رياضات اوكي رياضة لعبة الترياتلون باختصار متكونة من ثلاث مراحل يعني ثلاث ألعاب اللعبة الاولى رح تكون من مرحلة الجري والمرحلة الثانية رح تكون عن السباحة والمرحلة الاخيرة اللي هي الثالثة عن الباسيكلات اوكي الدراجات اوكي فيعني فكرتها كلها قوية والناس كلها تحب هيش اشياء لان رياضة ورياضة مختلفة والناس عدى اذوق مختلفة فالكل رح يحبوا هذه اللعبة لانه رح يكون سباقات بين ناس هواية واشياء فهواية رح يتحمسون الموضوع اوكي هس خلونا نكمل الموضوع ونشوف شنا حيصير وشنا الربط بين مراكلس وهذه الترياتلون طبعا يا اصدقاء باختصار هستو تحسون بأرور يعني شنو مراكلس شدخلها برياضة تجداد سالفين اوكي هس افهمكم شنو سالفة الترياتلون وشدخلها بمراكلس بالبداية باريس حاليا هاي السنة وحاليا بهذا وقتنا قاعد تتحضر وتسوي شوارحة واماكنها وكل اماكنها وتتحضر للأولمبيات الجاية شنو أولمبيات جدا يصير باريس لانه هاي السنة سنة الفين واربع واشرين حصريا في باريس رح يصير أولمبيات كلا الدول العالم رح يشارك فيها وشنو فكرة هاي رح تكون كل ألعاب الموجودة بالعالم الرياضية اللي تعرفوها كلها كلها بالعالم كلها رح يصير باريس وصير فيها سباقات بين الدول والعالم وكلها باريس حرفين سيصبح فكرة مثل كأس العالم لكن ستكون يا أصدقائي كل الدول حرفين كل الدول ستشارك يعني مو بس كم منتخب أو كم دولة قصدي وكل ألعاب العالم موجودة مو بس كرة قدم كل شي فرح تكون كل شي حلوة ورهيبة فأكيد بككزي رح تتحضر هذا الموضوع وتحضر أشياء للتحديث الجاي لأن التحديث الجاي شنو ممكن يكون غير باريس وقعنا حين نزوم بها مراكلة فأتنامتوا شلين الفكرة فحسب ما أتوقع أنه بككزي همات رح تغير البرج موجود حاليا بكككزي خلنا طلع من الماوك شو مليت أوكي خلوا لكم حاليا شنو شكل البرج وشان رح يتغير بالتحديث الجاي فتعالوا حطوا لايكاتكم واشتراك في القناة وتعالوا أقل لكم شنو التغيرات اللي رح تصير خلوني يا أصدقائي شوين نسولف قبل نروح للبرج ونسولف عنه لأنه أصلا بككزي دائما تنزل التحديثات على شك وشي صار ترند عالمي فعدكم هنا يا أصدقائي بالكأس العالم الكأس العالم هو شي عالمي ومستحيل ما أحد يعرف شنو الكأس العالم فبككزي وكدها نزلت الكأس العالم حاطين سوى التحديث كامل وحيوان نزلت وملابس مال كل الدول اللي شاركت بكأس العالم يعني المغرب ويابان هذول الدول كلهم نزلت بكككزي تيشيرتات عنهم وملابس ثانية وسوى التغيرات في المدينة يعني حرفيا شوكوا شي ترند بكككزي لازم نسويه فهذا الشي يعني كل الدول ستشارك بيه فأكيد بكككزي رح تنزل عنه وزي نسو عدنا باريس فباريس شنو عدنا غير ميراكلس اللي هي مشهورة كلش بيه فلذلك يا أصدقائي متأكدا سيكون الشي يخص التحديث الجا يخص باريس وميراكلس فتعالوا سنشوف انسولوا شو ممكن تستغير الاشياء الموجودة حاليا بكككزي الصير عن باريس فتعالوا خلو نشوف يلا حطوا لعكاتكم اول شي اول شي احنا نعرف انه باريس مشهورة ببرج ايفل فما معقولة بكككزي منتنزل هيتش التحديث يتبقي هذا البرج ابد ما اتوقع اكيد رح تنزل برج ايفل لانه يرمز لباريس اصلا فيعني رح تنزل البرج موجود بميراكلس اتحطه هنا اعرفت الفكرة فيب يا أصدقائي عن هذا خير رح يتغير شكله كلش ممل فرح يصير يا أصدقائي ببرج ايفل وراحس كلش متأكدا ان الشي لانه شنو ينزل من باقوه هذا ممستحيل لازم فتشي يرمز لباريس تمام واحتمال رح تكون علي علامة من الاولمبياد متوقع بكيزي رح اضيفهمات على البرج او مشارط البرج اي مكان ثاني تنزل عنا اثاث من هالاشياء او بلوزات اوكي فاحتمال هالاشياء حاليا تنزل بس بكيزي رح تنزل بس هي ملابس وبرج خلاص يعني هاي الشي رح يرمز لباريس ما توقع وتوقع رح تنزل همات عن ميراكلس او شوف همات شنو تنزل مثلا شخصيات جديدة لاني الميراكلس كوما بها شخصيات تمام فشكله بكيزي رح تنزلين الشخصيات الى الثاني اللي لم نزلها قابل بكيزي الشخصيات اللي تصلي صديقات مارينت او الاشياء المشهورة هناك وهمات اشياء تخصي باريس اللي هالالعاب الرياضية لان هي نفس ما قلت لكم رح تكون هالاشياء كلها موجودة باريس الالعاب الرياضية كلها رح تقوم باريس فاكيد بكيزي رح تنزلكم يا أزلقاء اشياء يعني مثلا بايسيكيل فتش رياضي اكيد يعني مثلا تنزل النياء او فتش ثاني شنو اشياء رح تنزل رياضة ملابس مع الرياضة معينة هماتي أصدقاء احتمال في المدينة راح تغير بي كاي زي واضيف ألعابه شي خفيفة على القلب يعني باركور خفيفه شي يعني تبع رياضة عرفتشون أو ممكن تنزل لعبة يعني تغير المونستر لوب و بي كاي زي ساولكم لعبة خاصة فقط للرياضة لأحتمال كل هالأشياء تنزل وهمار طبعا نحن ننتظر الإيميل ونتأكل من هالأشياء ومحتمال سونا جزيرة مثلا بدارها الجزيرة سونا جزيرة مختلفة وسونا كل شي بيها خاصة بالباركور والرياضة والسباحة والباسيكلات والأشياء كلها فكل هذه الأشياء احتمال تنزل لان بي كاي زي نفس ما قلت لكم شك وشي عالمي تنزلها أو أي شي صار تريندها ما تتنزلها طيب هي هاي السالفة وما بيها فسأريتكم تكتبون تعليقات اتشتي توقعون أشياء ثانية ممكن تنزل غيرهم من ملابس او أشياء ثانية اتشتي تتوقعون كتبون تعليقات طبعا تخيلوا أنا فسرت شغلة غوسبقل من نهاية الإيميل فسرت هذا الشي وكلا ضلت أبحث وأشوف شن السالفة وشن ممكن ينزل يعد خير وكل أشياء بتعبي وهمت أول واحدة قلت لكم أن تتذكرون من نهاية الإيميل من شانت غوسبقل تقول عن هذه السالفة مع تريات لون قلت لكم احتمال بي كاي زي رح تنزلين التحديد تبع رياضة لأنه اصلا تريات لون تبع رياضة فأنا أول واحدة سوت هالشي وأخبار كل الفيديو همت أنا بحثت وتعابت عليها فأريدكم تقدرون هالشي بليز وتنشرون فيديو بين أصدقائكم حتى يعرفون هالخبر وهالناس أي واحد يسوي هالفيديو براي ويأخذ نفس المعلومات فهذا مقلتني لأنه حرفي أن أول واحدة يسوي هالأشياء وأول واحدة تبحث عن هالأشياء حرفيا تعبت بهذا الفيديو فلذاك يا أصدقائي أريدكم تقدرون هالشي حبابين يعني شنو هاتعبوا كل شي ما وكبالين فلذاك يا أصدقائي يقدروا هالشي وحطوا لك واشترك في القناة ويب وطبعا خلي أقول لكم أنا هو شوقت رح يصير هذه الأشياء في باريس شوقت رح يصير رح تنزل كل الأشياء والأولمبيات شارك طبعا العراق من ضمنهم والعراق أكيد رح يكون بلعبة كرة قدم واحتمال لعبين عراقيين ثاني محترفين بأشياء ثانية مثلا في السباحة أو أشياء ثانية فالعراق همات رح يشارك أوكي ثير وهذا خلونا نسولف شوقت رح ينزل هذه الأشياء ونقدر نشوفها طبعا كلش متحمسة لأن هذه الفقرة كلش حلوة رح تظل صدق متعة أوكي فبالبدأ رح تنزل كل الأشياء يوم 26 من شهر 7 يعني بعد كم يوم محرفين فكلش متحمسة للموضوع قائح حاليا إحنا أحد فيعني بعد خمسة يوم وينزل التحديد كلش متحمسة فالإيميل أكيد رح يكون عن هالشي لأنه تحديد صراعا رح يخلص فأكيد في كيكزي رح تذكرنا أشياء عن باريس واحتمالي نزوم ميراكوليس فكلش متحمسة صراحة فيلا سيتوا قدروا هالشي بليز وحطوا لايكاتكم وتذكروا أنه أنا أول وحدة تسوتها الموضوع وبس باي باي أحبكم وشوفكم بالفيديو الجاي ومتنسون تنشرون فيديو